اشتركوا في القناة التجارية بمدرسة ايدكو التجارية ومحافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة ما زلنا مستمرين مع ابنائنا وبناتنا مهنة فني سكرتير الصف الثاني التجاري تيرم اول اخذنا الحصة الاولى والتانية التقارير الادارية وخلصناها طب عايزين بان حل تدريب على اللي احنا شرحناه ايوا اهو ايبا الحصة التالتة هي هدي واحدة تحرير التقارير من ايه الكتاب بتاعكم من الملزمة بتاعتكم من المذكرة ماشي من الورق اللي معاكم ادي مهنة فني سكرتير الصف الثاني تيرم ايه اول دي الحصة التالتة تمام التدريبات السؤال الاول بقولي اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية كل ده ملخص للنا شرحته في الحصة الاولى والتانية بقولي التقارير الاداري هو عرض لمجموعة من نقط الخاصة بموضوع معين ويتضمن تحليل واقتراحات وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل هل يطر مجموعة من الحقائق ولا من الافتراضات ولا من المهام لو انتم فاكرين في الحصة الاولى كنت بقول مجموعة من الحقائق ايبا حاطيت خطة تحت الحقائق ايه وكتبتالكم فوق اثنين نقط نقط يعرض معلومات تركزوا بالله عليكم معايا ويقوم بتفسيرها وتحليلها اول ما تلاقي السطر فيه تفسيرها وتحليلها تحليلها تقولي على طول يا استاذ حسن التقرير التحليلي التقرير التحليلي لكن لو قال لي ايه اغبار يبقى تقرير اغباري ايه يبقى التقرير التحليلي التقرير التحليلي بيحل لو التقرير التحليلي يعرض معلومات ويقوم بتفسيرها وتحليلها وتقديم توصيات بشأنها بقول لي التقرير التحليلي ولا التقرير الرسمي ولا التقرير الاغباري نقول له التحليلي طيب ثلاثة نقط لا يتقيد بشكل الور فورمات يعني لا يتقيد بشكل او نمط معين فقد يأخذ شكل الخطابات أو المذكرات الداخلية طالب مرتبط اللي بيرتبط بشكل معين أو نمط معين ده اسمه تقرير رسمي رسمي أما الذي لا يتقيد ولا يقضع لشكل أو نمط معين ده اسمه غير رسمي إذن لما يقول لي نو لا يتقيد بشكل معين نقول له على طول التقرير الغير رسمي فهو يقول لي التقرير الرسمي عارف لو شال كلمة لا كان يبقى رسمي لكن يقول لي لا يتقيد إذن تقرير غير رسمي إذن ماشي بالتقرير الغير رسمي لا يتقيد بشكل معين فقد يأخذ شكل الخطابات أو المذكرات الداخلية طيب إذن يجي بقى بقول لي نواط هي تقارير يتم اعدادها على فترات زمنية غير منتظمة لما أن يقول لي غير منتظمة أو غير دورية إذن بس ما تقارير غير دورية لكن عارف لو قال لي يتم اعدادها على فترات زمنية منتظمة أو سبتة أو مستقرة يبقى اسمها تقارير دورية يبقى هنا تقارير يتم اعدادها على فترات زمنية غير منتظمة يبقى أنا مندور على التقارير الغير دورية يبقى التقارير الغير دورية هي تقارير يتم اعدادها على فترات زمنية غير منتظمة مثل تقارير الإنجاز خلاص طيب نجي بقى خمسة نقطة التقرير يحتوي على موضوع التقرير إحنا قلنا الموضوع هو الجسم هو المتنى يحتوي على موضوع التقرير والتحليلات اللازمة للمعلومات الواردة فيه أنا عندي هنا فيه جسم وفيه مقدمة ونهاية إيبا جسم التقرير طيب ستة نوات التقرير يحتوي على الملخص إحنا قلنا الملخص والتوصيات دي النهاية يحتوي على الملخص والتوصيات التي تساعد على اتخاذ القرار بقول لي جسم التقرير ولا مقدمة التقرير ولا نهاية التقرير نقول له نهاية التقرير سبعة تنقسم التقارير من حيث نوات نوات اللي احنا قلناها تمام كده في الحصة التانية التقارير من حيث نوات إلى تقارير إغبارية وتقارير تحليلية إغبارية وتحليلية دي من حيث الوظيفة إيبا تنقسم التقارير من حيث الوظيفة إلى تقارير إغبارية وتقارير تحليلية بقولي رسمية ولا الوظيفة ولا الفترة الزمنية اه نعط خط على الوظيفية ايه بتنقسم التقارير من حيث الوظيفية خلاص او من حيث الوظيفة يعني تمام الوظيفة الوظيفة تنقسم التقارير من حيث الوظيفة الى تقارير اغبارية وتقارير ايه تحليلية تمانية تنقسم التقارير من حيث ماء الى تقارير رقابية وتقارير مبيعات وتقارير قوى عاملة التلاتة دولة سوى تقارير ده بتنقسم من حيث الغرض يبقى تنقسم التقرير من حيث الغرض إلى تقارير رقابية وتقارير مبيعات وتقارير قوة عاملة ده السؤال الأول نجي للسؤال الثاني يقول يضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة الصحية أو الخطأ طيب بنحدد الإجابة يا جماعة بكلمة التقرير الإغباري قبل ما نكمل إذا لقيت في الجملة فيها كلمة إغبار يبقى العبارة صح ما فيهاش إغبار يبقى العبارة خطأ التقرير الإغباري يعرض معلومات ويقوم بتفسيرها وتحليلها لا طالما بتفسيرها وتحليلها دي بقى التقرير التحليلي وتقديم توصيات بشنايب عبارة دي غلطة والسؤال دي التقرير غير الرسمي غير أيوة لا يتقيد بشكل معي وقد يأخذ شكل الخطابات أو المذكرات دي صح تلاتة التقرير الدورية الدورية اللي بترتبط فترات زمنية هي سابتة محددة منتظمة التقارير الدورية لا يرتبط اعدادها في فترات زمنية معينة نقول له لا خطأ أربعة تقارير القوى العاملة ماشي بتعرض إيه معدلات دوران العمالة معدلات دورانة يعني تغيير العمالة واستبدالها تمام أسقو عاملة وعمالة إيبا العبارة صح خمسة مقدمة التقرير تحتوي على الملخص المقدمة اللي فوق هي الملخص لا ده ملخص في النهاية مقدمة التقرير تحتوي على الملخص والتوصيات التي تساعد على اتخاذ القرار بقول له لا خطأ طيب ستة جسم التقرير يحتوي على البناء الأساسي جسم الإنسان هو البناء الأساسي جسم التقرير يحتوي على البناء الأساسي للتقرير والتحليلات اللازمة للمعلومات الواردة فيه أو فيه العبارة صح تمام ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في استكمال حل هذه التدريبات طيب نكمل بقى احنا دولت في السؤال الثالث بقول لي صلة العبارات من العمود ألف بما يناسبها من العمود بيه وصق جايب لي عشر عبارات في ألف ماشي وتوضحهم أو شرحوها في بيه طيب لما نسؤال زي يعني نحل زي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة عشرهم وهنا أجابتهم عشر بصوا بقى بنعمل ايه هنقرأ العشرة بتقوى ألف جميل بعد ما نقرأ العشرة بتقوى ألف بنقرأ ماشي نقطة نقطة بيه ونشوف كل نقطة بيه ايه اللي بينسبها في ألف تمام كده أي زين تحلوا على طول من ألف لبه دي حاجة ترجع لك بقولي مقدمة التقرير جسم التقرير نهاية التقرير التقرير الإغباري التقرير التحليلي ستة التقرير الرسمي سبعة التقرير غير الرسمي تمانية التقرير الدوري تسعة التقرير غير الدوري عشر تقرير الرقاب على الايه على الأداء دي عشر مصطلحات أو تعريفات إجابات هما هي خد بالك بقى معايا كده لما نقول هو تقرير يرتبط إعداده بزمن معي اللي بزمن معي يبقى أنا عايز ندور على التقرير الدوري مش كده يبقى 8 هي 8 التقرير الدوري وستاخد 1 8 تاخد 1 اهو يبقى التقرير الدوري هو تقرير يرتبط إعداده بزمن معي طب اتنين هو تقرير لا يرتبط إعداده بزمن معي يبقى دي عكسها على طول تبص معايا تسعة التقرير غير الدوري يبقى التقرير غير الدوري هو تقرير لا يرتبط إعداده بزمن معي تلاتة هو تقرير يأخذ شكلا أو نمطا معينا عند إعداده أنا فاهم وعارف أن التقرير الرسمي هو اللي بيأخذ شكله نمط معي يبقى هو تقرير يأخذ شكلا أو نمطا عند إعداده ده التقرير الرسمي نمرة ستة 6 يبقى التقرير الرسمي 6 تاخد 3 هو تقرير يأخذ شكرا أو نوط معين عند إعداده 4 هو تقرير عكسها لا يتقيد بشكل معين عند إعداده خلاص إبقى كده الغير رسمي أيWAY 7 هو التقرير غير الرسمي 7 تاخد 4 هو تقرير لا يتقيد بشكل معين عند إعداده 5 تحتوي على موضوع التقرير موضوع التقرير تمام كده طيب والهدف من درسته الهدف دي فيه بيبقى في المقدمة أي بيبقى مقدمة التقرير أوص أي واحد هي تاخد خمسة تحتوي على موضوع التقرير والهدف من درسته ستة هو تقرير ينقل أغبارا الله على الجمال أغبارا إغباري دون التعليق عليها أو بداء الرأي فيها تمام كده طيب إيبقى دي تاخد أربعه التقرير الإغباري هو تقرير ينقل أغبارا دون التعليق علي أو يبدأ الرأي فيها سبعة هو تقرير يعرض معلومات ويقوم بتفسيرها وتحليلها احنا ما نكرره تفسيرها وتحليلها يبقى ده التقرير التحليلي تمام كده نجي دي سبعة كده هتاخد كم خمسة والتقرير التحليلي يبقى التقرير التحليلي هو تقرير يعرض معلومات يقوم بتفسيرها وتحليلها نجي تمانية يحتوي على متن تمام كده متنة وأن المتن هو الجسم يحتوي على متن التقرير والتحليلات اللازمة للمعلومات الواردة فيه يبقى تاخد نمرة 2 جسم التقرير يبقى 2 تاخد 8 9 تقيس تقيس دي رقابة مستوى الأداء الفعلي بمستوى الأداء المخططة دي اللي هو تقرير الرقابة على الأداء يبقى تقرير الرقابة على الأداء تقيس مستوى الأداء الفعلي مستوى الأداء اللي هي المخططة بنيجي عشرة الأخيرة يحتوي على الملخص والتوصيات التي تساعد على اتخاذ القرار الملخص ده نهاية التقرير إيبا نهاية التقرير يحتوي على الملخص والتوصيات التي تساعد على اتخاذ القرار طيب بنيجي للسؤال الرابع والأخير ماشي بيتكرر المعلومات هون اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية مصطلح العلمي يعني شرح حاجة بقولك خط الكلمة ألف هو عرض مكتوب والله أول ما لايه عرض مكتوب مجموعة من الحقائق بنولد التقرير الإداري أخذناها تزا مرة عرض مكتوب لمجموعة من الحقائق الخاصة بموضوع معين أو مشكلة معينة ويتضمن تحليل واقتراحات وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل ده تعريف التقرير الإداري اللي خذناها في الحصة الأولى هو تقرير ينقل إيه أغباراً الله أغباراً على طول ده تقرير إيه يبقى هو تقرير ينقل أغباراً دون التعليق عليها أو يبدأ الرأي فيها أو تحليلها طب لمن يحللها ويفصرها إبقى تحول لتقرير تحليلي طب جيم هو تقرير يعرض معلومات ويقوم بتفسيرها وتحليلها وتقديم توصيات بشأنها طالما فيه تفسيرها وتحليلها إبقى ده التقرير التحليلي جميل دل هو تقرير يأخذ شكلا أو نمطا معين شكل أو نمط معين اللي هو الفورمات يعني عند أعداده ده التقرير الرسمي طيب هي هي تقارير يتم اعدادها على فترات زمنية منتظمة منتظمة دي اسمها دورية على طول وقد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو نصف نوية أو سنوية دي التقارير الدورية وهي تقارير تقيس مستوى الإنجاز الفعلي فعلي رقابة مستوى الإنجاز المخطط تقارير الرقابة على الأداء ذين تحتوي على موضوع التقرير موضوع التقرير أو المشكلة والهدف من دراستها ايه؟ دي مقدمة التقرير آخر حاجة ايه؟ يحتوي على متن قلنا متن يعني جسم متن التقرير أو البناء الأساسي للتقرير والتحليلات اللازمة للمعلومات الواردة فيه ده جسم التقرير تمام؟ بكده نكون أنهينا أول وحدة في مهنة فني سكرتير الصف الثاني التجاري ترم أول اللي هي وحدة تحرير التقارير شرحناها في حصتين وحلنا على تدريباتهم تمام؟ مستمرين مع حضراتكم كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية في مدرسة إدكو التجارية ومحافظة البحيرة وموجه أول محاسبة صارقة نترككم في معاية الله وأمنه شكراً للمشاهدة